محاربة العنصرية وخطاب الكراهية في تركيا مسار صعب لنشطاء حقوق الإنسان قل سيرين الناشطة الحقوقية التركية تبدو قلقة من تصاعد حدة الخطاب المعادل الأجانب خصوصا اللاجئين السوريين كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإجراءات الحكومية لمواجهة خطاب الكراهية وحملات معارضة ضد اللاجئين غير كافية حسب قل سيرين وهي التي تترأس جمعية لحقوق الإنسان وتتابع قضايا اللاجئين وبرأيها غياب القوانين الرادعة يشجع على الانتهاكات ضد اللاجئين النهج العنصري ضد اللاجئين في تركيا ليس بجديد يقولون إن معادات الأجانب موجودة في أوروبا لكن في تركيا تمثل مشكلة حقيقية لا توجد محددات كافية لتخطي هذه المشكلة سياسة الحكومة في هذه القضية في مواجهة حملات معارضة لم تكن كافية حتى هذا اليوم قبل كل عيد تنشط حملات التحريض ضد اللاجئين الذين يستفيدون من إجازة كانت الحكومة تمنحها لهم لقضاء فترة العيد مع أقربائهم في سوريا للعيد الثاني على التوالي منعت الحكومة هذه الإجازة محمد وصل إلى تركيا قبل سبعة أعوام كان يستعد لقضاء إجازة العيد في سوريا لكن القرار سيحرمه كما الآلاف من هذه الزيارة نحن كنا منتظرين أن تفتح الإجازات حتى إيش هالإجازات هي يعني نأخذ روح ننزل نشوف أهليتنا أحبابنا مو أكتر وقال نحن اللاجئين نتمنى أن لا يستخدمونا بوراء السياسي لأن نحن ما أننا علاقة بهذا الأمر ويبدو أن القيود لم تقتصر فقط على اللاجئين السوريين إذ تسعى وزارة الداخلية إلى تقييد منح تصريح الإقامة للأجانب اعتبارا من يوليو القادم بحيث تحدد تصريح الإقامة للأجانب بنسبة 20% من السكان في أحياء معينة بمختلف أنحاء البلاد هناك فراغات في القانون هناك عدم تهيئة قانونية حقيقية وصحيحة بالنسبة للاجئين من أي أن كان أو حتى لموضوع الأجانب وهو ربما موضوع جديد لما دخل على تركيا يضف على ذلك أنها أصبحت ورقة سياسية تستخدم في الداخل التركي وفي شهر مايو الماضي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة لإعادة مليون لاجئ سوري إلى وحدات سكنية شمال سوريا تخضع للسيطرة التركية ضمن مشروع أطلقت عليه حكومته العودة الطوعية خطة أثارت انقساما وتشكيكا بأهدافها الفعلية زيدان زنجلو العربية اسطنبول